معنا من بيروت استشارية الأمراض الجرثومية والمعدية الدكتور غسان الأعور أهلاً وسهلاً بك دكتور غسان معنا عبر سكانيوز عربية إذن فايزر وبيونتك اليوم تطلب من أوروبا ترخيص للقاحها دعنا أكثر في مراحل هذا الموضوع يعني الآن بعد أن كنا نستمع إلى النسب اليوم صرنا أمام الترخيص كيف تكون هذه العملية؟ بدون شك بأن اللقاحات الجديدة من فايزر ومن موديرنا أثبتت فعاليتها وهذا شيء مؤكد طبياً وعلمياً واللقاحين في الواقع عندهم فعالية حوالي 95% واليوم أيضاً كان هناك أخبار جديدة بأن لقاح موديرنا يحمي تقريباً كلياً من الأعراض الشديدة للمرض وخصوصاً عند الأشخاص الكبار الذين عندهم استعداد أكثر لحالات قوية في وضع الكورونا فهذا شيء إيجابي جداً بأن اللقاح الجديد فعال جداً اللقاحين الجديدين فعالين جداً طبعاً مسألة توزيع هذه اللقاحات هو الخطوة الأصعب خصوصاً بالنسبة للقاح فايزر الذي يجب تأمين تبريده إلى ما دون مستوى ناقص 70 درجة دكتور غسان قبل التوزيع أوداً أسألك عن الترخيص اليوم هذه النسب حول فعالية اللقاح تضمن حصول هذه الشركات على ترخيص للقاحاتها؟ نعم الحقيقة أن العالم متلهف للحصول على هذه اللقاحات لذلك شركة فايزر طلبت من FDA في أمريكا وكذلك من الوكالات المشابهة في أوروبا بإعطاءها السماح المبكر لتوزيع هذا اللقاح وهذا على الأرجح ما سوف يجري بداية من العاشر من هذا الشهر في أمريكا ويمكن أن يكون في السابع من الشهر في بريطانيا أيضاً أما بالنسبة للقاح مديرنا فهو على ذات الطريق وسوف يأخذ إذناً بنشره حوالي الأسبوع من بعد نشر لقاح فايزر أيضاً وخلال هذا الشهر طيب عندما نتحدث اليوم عن ترخيص مبكرة دكتور غسان هل هناك خصائص معينة لهذه العملية؟ الحقيقة الترخيص المبكرة تأتي مبكرة لسبب جوهري وهو أن الدراسات في المرحلة الثالثة لهذه اللقاحات لتأمين سلامتها وليس فعاليتها فقط هذه الدراسات لم تتم بعد وستأخذ حوالي الشهر أو شهرين فلذلك سيتم الترخيص المبكر بالرغم من أن سلامة اللقاحات على المدى الطويل لم يتم دراساتها بشكل جيد ولكن كما ذكرت بأن هناك تلقف كبير للحصول على هذه اللقاحات ولإيقاف هذه الجائحة في كل بلدان العالم لذلك هذا هو سبب الترخيص المبكرة ماذا عن التوزيع؟ كنت تفضلت بإجابتك الأولى وترطرقت إلى موضوع التوزيع هذه اللقاحات نعم التوزيع صعب لأن لقاح فايزر يحتاج إلى درجة حرارة أقل من ناقص سبعين لإيصاله إلى مراكز إعطائه إلى الناس وكذلك لقاح موديرنا يحتاج إلى ناقص عشرين وهي أفضل بكثير من الناقص السبعين ويمكن التعامل معها بشكل أفضل ولكن اللقاحين يحتاجان إلى عمليات وتحضيرات وبنية تحتية لإيصالها إلى المحطات الطبية التي ستوزعها على الناس وهذا أمر صعب من ناحية النواحي اللوجستية وهو يحتاج إلى إمكانيات وبنية تحتية وكذلك إلى تمويل كبير لذلك الدول الغنية سوف تحصل عليه في وقت مبكر أما الدول الفقيرة فيجب أن تنتظر ويمكن أن تنتظر لوقت طويل أيضا شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من بيروت تشاري الأمراض الجرثومية والمعضية دكتور غسان الأعوار شكرا لك